السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلبة وطالبات الفرقة الاولى بكل التجارة جامعة القاهرة برحب بحضراتكو انا محمد سلامة محمد مدرس مساعد بقسم المحاسبة بالكلية ان شاء الله بازن الله هكون مع حضراتكو النهاردة في السكشن التالت من سجاش مادة المحاسبة المالية سكشن النهاردة هنتكلم فيه عن الفصل التالت بعنوان المعالجة المحاسبية للعمليات المتعلقة برأس المال العمليات المتعلقة برأس المال تلت انواع عمليات تكوين رأس المال عمليات زيادة وتخفيض رأس المال عمليات المسحوبات الشخصية نبتدي كده مع النوع الاول اولا العمليات المتعلقة بتكوين رأس المال علشان نكون رأس مال المنشأة عندنا تلت طرق بفيه تلت طرق لتقديم او لتكوين رأس مال المنشأة الطريقة الاولى تقديم رأس المال في صورة نائدية الطريقة الثانية تقديم رأس المال في صورة أصول عيني الطريقة الثالثة تقديم رأس المال في صورة أصول وخصوم منشأة فردي نبتدي كده مع الطريقة الأولى بتقديم رأس المال تقديم رأس المال في صورة نقدي في الحالة دي صاحب المنشأة بيحط رأس ماله إما في الخزنة بتاعة المنشأة أو في حساب جاري لدى البنك بإسم المنشأة وهنا المحاسب يا شباب بيعمل القيد التالي علشان يسجل به تقديم رأس مال المنشأة في صورة هناك دي المحاسب بيقول من مذكورين حساب الخزينة حساب البنك الى حساب رأس المال طيب ليه حساب الخزينة وحساب البنك بتجيبهم في الطرف المدين من القيد بتاع اثبات تقديم رأس المال لان هنا صاحب المنشأة بياخد رأس ماله بيحط جزء منه في الخزنة بتاعت المنشأة والجزء التاني في البنك وزي ما حضرتكوا عارفين الخزنة والبنك دي اصول والاصول بطبيعتها مدينة لما تزيد بنجيبها في الطرف المدين من القيد ولما بتقل بنجيبها في الطرف الداين من القيد بالحالة دي الخزنة والبنك كأصول زاد فطبيعا احنا نجيبها في الطرف المدين من القيد وفي نفس الوقت رأس مال صاحب المنشأة زاد هو قدم رأس ماله في المنشأة فاصبح رأس ماله ايه بقى فيه رأس مال يبقى هنا رأس المال بتاع صاحب المنشأة زاد فعشان كده بنجيبه في الطرف الداين من القيد طيب نشوف كده تمرين بسيط على هذه العملية يقول لي في 1-1-2018 قام يحيى بتكوين منشأة جديدة برأس مال قدره 600 ألف جنيه ودع نصفه في خزينة المنشأة وقام بفتح حساب جاري لدى بنك مصر بالباب المطلوب قيد اليومية اللازم لإثبات العملية السابقة طيب هنا رأس مال صاحب المنشأة قدره كان 600 ألف جنيه صاحب المنشأة قسم المبلغ ده لنصين النص الأول هيحطه في الغزنة بتاعت المنشأة والنص التاني هيروح يفتح به حساب جاري باسم المنشأة عند بنك مصر يعني المنشأة هيبقى فيه حساب مفتوح عند بنك مصر باسمها والحساب ده موجود في مبلغ كام 300 ألف جنيه طيب لو نلاحظ في هنا 3 حسابات اشتركوا في تنفيذ هذه العملية الحساب الاول هو حساب الخزينة اللي هتزيد بكام بنص مبلغ رأس المال يعني 300 ألف جنيه والحساب التاني حساب البنك اللي هيزيد بنص مبلغ رأس المال يعني برضه 300 ألف جنيه والحساب التالت هو حساب ايه؟ حساب رأس المال اللي هيزيد ب600 ألف جنيه الخزنة والبنك دي أصول لما تزيد تيجي مدينة فبالتالي الطرف المديم من القيد اللي حضرتك هتعمله هيبقى فيه حسابين فهنقول مين مزكورين الحساب الاول حساب الخزينة ب300 الف جنيه والحساب التاني حساب البنك ب300 الف جنيه اما بالنسبة للطرف الدايم من القيد هيبقى فيه حساب واحد فقط اللي هو حساب رأس المال طب ليه شباب جبنا حساب رأس المال في الطرف الدايم من القيد لان حساب رأس المال ده احد حسابات حقوق الملكية والقعدة بتقول ان حسابات حقوق الملكية بطبيعتها داينة لما تزيد بنجيبها في الطرف الدايم من القيد طب ولم تنقص أو تقلب بنجيبها في الطرف المدين من القيد عشان كده جبنا حساب رأس المال في الطرف الدايم من القيد لأنه أحد حسابات حقوق الملكية اللي حصل لها النهاردة اللي زاد الطريقة التانية لتقديم رأس المال تقديم رأس المال في صورة أصول عينين هنا صاحب المنشأة هيقدم حسيته في رأس المال في صورة مجموعة من الأصول العينية الملموزة زي الأراضي زي المباني زي السيارات زي الألات زي البضايا وهكذا يبقى صاحب المنشأة بيشوف رأس ماله في المنشأة قد إيه مثلاً 100 ألف جنيه وهيقدم مقابل هذا المبلغ مجموعة من الأصول اللي قيمتها الإجمالية لازم تكون كام لازم تكون 100 ألف جنيه وعادل حسيته في رأس المال طيب هنا بقى المحاسب هيزبط تقديم رأس المال في صورة أصول عينية إزاي؟ بالقيد اللي قصد حضراته ده المحاسب بيقول من مذكورين بنحط كل الأصول اللي المالك قدمها كمقابل لرأس ماله المنشأة لأن زي ما حضراتكم عارفين الأصول بطبيعتها مدينة فبنقول من مذكورين حساب الأراضي حساب المباني حساب السيارات حساب الأساسات حساب أي أصل قدمه صاحب المنشأة كمقابل لرأس ماله في المنشأة طيب إلى حساب إيه؟ الطرف الدايم من القيد تبتلك يكون إيه؟ هيبقى دايماً حساب رأس المال حضرتك خدها كده قعدة دايماً حساب رأس المال عند التكوين بيأتي في الطرف الدايم من القيد يبقى حساب رأس المال دايماً هيظهر معانا في الطرف الدايم من القيد في عمليات إيه؟ في عمليات التكوين وفي عمليات زيادة رأس المال زي ما هنشوف كمان شوية طب نشوف كده مثال بسيط على الجزئية دي يوليوم اتنين واحد الفين وسبعتاشر بدأ يونس أعماله التجارية برأس مال قدره مليون جنيه وقد قام بتقديم الأصول التالية الأستاذ يونس ده رأس ماله في الشركة مليون جنيه بس هو مش هيقدم رأس ماله في صورة نقدية يعني مش هيجيب مليون جنيه ويحطهم في الخزنة بتاعة الشرك أو في البنك بتاعة الشرك لا عملي يونس ده معهوش مليون جنيه نمى معه مجموعة من الأصول اللي قيمتها الإجمالية تعادل حصته في رأس المال بتاع المنشأة يعني عنده أصول بمليون جنيه طيب ايه هي الأصول اللي بيمتلكها يونس وهيقدمها كمقابل لرأس ماله في المنشأة بتاعته كالتالي عنده أرض تمانها ربعمائة الفينيه وعليها مبنى ثمن وتلتمائة وخمسين الفينيه وعنده مجموعة سيارات تمانها متين الفينيه ومجموعة أساسات تمانها خمسين الفينيه لو حضرتك تجمع كده القيمة الإجمالية للأصول اللي يونس قدمها كمقابل لرأس ماله في المنشأة هتكتشف إن قيمتها الإجمالية كمليون جنيه وعادل حصته في رأس المال طيب هنا بقى حضرتك القيد اللي هتعمله يا طرى هيكون شكله ايه؟ هنا في عندنا مجموعة من الأصول بتقابل رأس مال صاحب المنشأة يا طرى الأصول دي هنحطها فين؟ في الطرف المدينة ولا في الطرف الدايمة للقيادة؟ تمام هتظهر معنا في الطرف المدينة لأنها بطابعتها مدينة الطرف المدينة هنا هيكون فيه أكتر من حساب عشان كده هنقول من مذكوري حساب الأراضي بربعمائة ألف جنيه حساب المباني تلتمائة وخمسين ألف جنيه حساب السيارات بمدين ألف جنيه حساب الأساس بمئة وخمسين ألف جنيه كده خلصنا الطرف المدين من القيمة رصنا في كل الاصول اللي المالك قدمها للمنشأة فضلنا اقترف الدايب وزي ما قلنا من شوية دايما اقترف الدايب من القيل اللي هنعالج بيه عمليات تكوين رأس المال هيكون حساب رأس المال نفسه فهنقول هنا الى حساب رأس المال بكام بمليون جين الطريقة التالتة والاخيرة لتقديم رأس المال تقديم رأس المال في صورة أصول وخصوم منشأة فردية في هذه الحالة يتم تكوين رأس المال عن طريق تقديم أصول وخصوم منشأة قائمة بالفعل يعني المالك بيمتلك او عنده منشأة او محل تجاري خاص بيه طيب المنشأة الفردية اللي بيمتلكها دي وعايز يقدمها للشركة كمقابل لحساته برأس المال المنشأة دي عبارة عن مجموعة من الأصول ومجموعة من الخصوم طيب هنا بيقولي على أن تكون كل الأصول المقدمة مدينة والخصوم دائمة وحساب رأس المال زي محاضرتك عارف بيكون ايه هو كمان بيكون دائم بس هنا حساب رأس المال مبلغه هيبقى عبارة عن إجمال الأصول مقس إجمال الخصوم يبقى رأس مال صاحب المنشأ أحسبه ازاي هشوف الأصول اللي قدمها بكام واطرح منها الخصوم اللي قدمها هيطلع لي مبلغ رأس المال طيب القيد بقى اللي هنعالج بهذه العملية هيبقى شكله ايه هيبقى شكله كده من مذكورين حساب الأراضي حساب المدين حساب السيارات حساب الأساسات حساب بقية الأصول اللي قدمها صاحب المنشأة إلى مذكورين والمران دي بنقول إلى مذكورين ليه؟ كنا دايما بنقول إلى حساب رأس المال المرضي هنقول إلى مذكورين لأن نخلي بالك صاحب المنشأة هيقدم ايه؟ هيقدم مجموعتين من البنون هيقدم أصول فهتظهر في الطرف المالين زي ما احنا متعودين وهيقدم خصوم. طب الخصوم بطبيعتها ايه شباب? بطبيعتها داينة. يبقى معنى كده ان الطرف الداين من القيد اللي حضرتك هتعمله هيبقى فيه حسابين على الاقل. الحساب الاولاني هو حساب رأس المال زي ما احنا متعودين. لانه دايما بيجي داين في عمليات تكوين رأس المال. طب والحسابات التانية هي حسابات الخصوم اللي هيقدمها للشركة. ومن اشهرها طبعا حساب ايه? حساب الدائم. نشوف مثال بسيط على الجزئية دي. في يوم تلاتة واحد الفين وسبعتاشر بدأ يوصف اعماله التجارية برأس مال قدره مليون جنيه. وذلك مقابل الاصول والخصوم التالي. تلتميت الف جنيه مباني ربعميت الف جنيه اراضي تلتميت الف جنيه سيارات ميت الف جنيه نقدية بالخزينة. وفي عندنا ميت الف جنيه دائم. المطلوب قيد اليومية اللازم لاثبات العملية السادقة. طيب هنا شباب هو بيقول لي ان يوسف رأس ماله في الشركة قد ايه? مليون جنيه. طيب هيقدم رأس ماله ده ازاي? رأس ماله ده هيقدمه عن طريق مجموعة من الاصول والخصوم. الاصول اللي قدمها الاستاذ يوسف كمقابل لرأس ماله في المنشأة قيمتها الاجمالية كامل. لو جيت تجمعهم كده معايا هتلاقيهم مليون وميت الف جنيه. يبقى هو قدم للمنشأة اصول بمليون وميت الف جنيه. وفي نفس الوقت قدم للمنشأة خصوم بكام? ها? مبلغ الدقينوت. ميت الف جنيه برضو. يبقى الاصول مليون وميت الف جنيه. والخصوم ميت الف جنيه. فلما نيجي نطرح اللي اتنين من بعض. الناتج بتاع حضرتك هيبقى كام? هيبقى مليون جنيه. والناتج ده هيبقى عبارة عن ايه? هيبقى عبارة عن رأس مال يوسف في المنشأة. هو طبعا مدهولك في التمرين ده جاهز. يعني هو بيقولك كده في بداية التمرين ان رأس مال يوسف مليون جنيه. لكن احيانا بيجي التمرين من غير ما يعرفك مبلغ رأس المال كام. فحضرتك لازم تبقى عارف ان مبلغ رأس المال عبارة عن اجمال الاصول مائس اجمال الخصوم. يعني انت لو جيت جامعة الاصول اللي في التمرين ده هتلاقيها مليون ومئة الف جنيه. تطرح منها الخصوم اللي هي بمئة الف جنيه هيطلع لك على طول مبلغ رأس المال اللي هو كان مليون جنيه. طيب. تفتكروا القيد هيبقى شكله ايه? برافو. هناخد كل الاصول ونحطها بالطرف المدين من القيد ونكتب قبلها من مزكورين. يبقى بالترتيب كده من مزكورين. حساب المباني تلتمية الف. حساب الاراضي ربعمائة الف. حساب السيارات تلتمية الف. حساب الخزينة ميت الف جنيه. طب وبالنسبة للطرف الداين. يا طرف طرف الداين هيبقى فيه كم حساب? حساب رأس المال? بس? ولا هنزود عليه حاجة كمان? آه. هيظهر في الطرف الداين حساب جديد مع حساب رأس المال اللي هو حساب ايه? حساب الدائن. فبالتالي الطرف الداين هنسميه الى مزكورين. ليه الى مزكورين? لان فيه اكتر من حساب. حساب الدائنون بميت الف جنيه زي ما هو جاب هالي في التمريد. وحساب رأس المال بمليون جنيه. واتفقنا ان حساب رأس المال لو ما كانش جايب لك مبلغه جاهز في التمريد. تحسبه ازاي? تقول له اجمالي الاصول ناقص اجمالي الخصوم. بيساوي مبلغ رأس المال. طيب. ده كده بالنسبة للنوع الاول من العمليات المالية المرتبطة برأس رأس المال. النوع التاني من العمليات المالية الخاصة بالفصل بتاعنا هو عمليات زيادة رأس المال. عمليات زيادة رأس المال. في قاعدة في غاية الاهمية. بنطبقها علشان نعالج بيها عمليات زيادة رأس المال. القاعدة دي بتقول ايه? بتقول انه عند زيادة رأس المال. خلي بالك بقى من اللي جاي يأتي حساب رأس المال في الطرف نقط من القيد في الطرف ايه في الطرف الداين طب انا ليه هجيب حساب رأس المال في الطرف الداين في عمليات الزيادة لانه بيزيد لان حضرتك عارف ان رأس المال بطبيعته داين فلما يزيد اجيبه في الطرف الداين من القيد نفس طبيعة طيب يبقى دلوقتي في عمليات زيادة رأس المال عرفت الطرف الداين من القيد اللي هتثبتها بي هيبقى عبارة عن ايه هيبقى عبارة عن حساب رأس المال طيب وبالنسبة بقى للطرف المدين كمل كده بقيت القاعدة معايا يقول لي وتأتي الاصول المستخدمة في زيادة رأس المال في الطرف المدين من القيد ما هو صاحب المنشأة علشان يزود رأس ماله هيقدم مجموعة من الاصول لو افترضنا كده ان صاحب المنشأة عايز يزود رأس ماله بمئة الف جنيه ممكن يعمل ايه ممكن ياخد 60 الف جنيه يحطهم في الخزنة بتاعت المنشأة ويروح مقدم للمنشأة اصل اخر قيمته 40 الف جنيه وليكن سيارة يبقى هنا صاحب المنشأة قدم للمنشأة اصليه الاصل الاول نقدية حطها في الخزنة بقيمة 60 الف جنيه والاصل التاني سيارة قيمتها 40 الف جنيه يبقى هنا الاصول بتاعت الشركة حصل فيها ايه? حصل فيها زيادة. عشان كده كان من الطبيعي نحن نقول لحضرتك ان الاصول المستخدمة في زيادة رأس المال بتيجي في الطرف المدين من القيد. ليه? لان الاصول دي زادت عند الشركة. طيب وبالنسبة للطرف الداين هيبقى ايه? هيبقى حساب رأس المال. عشان كده هتلاقي القيد بتاع ساعدتك بالشكل ده. من مزكورين? حساب الخزينة? حساب السيارات? حساب الاساسات? حساب اي اصل قدمه صاحب المنشأة للمنشأة علشان يزود بيه رأس ماله. يبقى الاصول المقدمة لزيادة رأس المال بنجيبها في الطرف المدين من القيد. طب والطرف الداين من القيد ها هيبقى حساب ايه? حساب رأس المال. يبقى اخدها كده قعدة. حساب رأس المال دايما بيظهر في الطرف الداين من القيد في عمليات تكوين رأس المال وفي عمليات زيادة رأس المال. طيب نشوف مثال على الجزئية دي يوم اتنين خمسة الفين وسبعتاشر قرر يحيا زيادة رأس ماله وذلك بإيداع مبلغ مية الف جنيه في خزينة المنشأ وتقديم سيارة قيمتها مية وخمسين الف جنيه المطلوب قيد اليومية اللازم لإثبات هذه العملية طبعا لو حضرتك ركزت كده هتكتشف ان دي عملية ايه عملية زيادة رأس مال صاحب المنشأ طب يا ترى صاحب المنشأة هيزود رأس ماله كان ما هو انقدار زيادة رأس مال صاحب المنشأة صاحب المنشأة هيزود رأس ماله بمتين وخمسين الف جنيه حسبتها ازاي دي مش هو قالك هيزود رأس ماله عن طريق إيداع مبلغ في الخزنة مية الف جنيه وتقديم سيارة قيمتها مية وخمسين الف جنيه يبقى جملة الاصول اللي قدمها للمنشأة قيمة الاجمالية للاصول اللي قدمها للمنشأة علشان يزود بيها رأس مال قدي ايه ميتين وخمسين الف جنيه يبقى هو ده المبلغ اللي انا هزود به رأس مال طيب تعالوا كده نفكر مع بعض في شكل القيد طيب لو قلنا الحسابات اللي اشتركت في تنفيذ هذه العملية كم حساب تلت حسابات الحساب الاول حساب الخزينة اللي زادت بكام بمية الف جنيه فتيجي مدينة والحساب التاني حساب السيارات اللي زادت بكام بمية وخمسين الف جنيه فتيجي مدينة لانها اصول والحساب التالت هو حساب ايه حساب رأس المال اللي زاد بميتين وخمسين الف جنيه فييجي طبعا في الطرف ده من القيد عشان كده القيد هيبقى شكله كده من نسكورين حساب الخزينة مية حساب السيارات مية وخمسين الى حساب رأس المال متين وخمسين الف جنيه يبقى خليك فاكر القعدة اللي بنعالج بيها عمليات زيادة رأس المال. القاعدة دي بتقول لحضرتك ان حساب رأس المال عند الزيادة بيأتي في الطرف الداين من القيد. طب امال اللي بيجي في الطرف المدي من القيد. اه الاصول المستخدمة لزيادة رأس المال. الاصول اللي صاحب المنشأة هيقدمها للمنشأة بغرض زيادة رأس المال. طيب. ده كده بالنسبة لعمليات زيادة رأس المال. عكسها على طول عمليات تقفيد رأس المال. برضو هنشتغل على عمليات تقفيد رأس المال بقاعدة سهلة وبسيطة. القاعدة دي بتقول لحضرتك انه عند تقفيد رأس المال يأتي حساب رأس المال المرة دي بقى فانهي طرف في الطرف المدين من القيد. طب مال في الطرف الداين انا هحط ايه كمل كده بقية القاعدة معايا وتأتي الاصول المستخدمة في تقفيد رأس المال في الطرف الدائن من القيد. يبقى خلي بال حضرتك معايا. القيد اللي انا هعالج بيه تقفيد رأس المال طرف المدين هيبقى حساب رأس المال نفسه. لان رأس المال داين يزيد يجي داين. يقل يجي ايه? يجي مدين. والنهاردة احنا بنقلل بنخفض حساب رأس المال فهنجيبه في الطرف المدين. طب بالنسبة للاصول المستخدمة في عملية تقفيد رأس المال. انا ليه باجيبها في الطرف الداين من القيدة? لان صاحب المنشأة علشان يخفض رأس ماله هو بيسحب جزء من اصول المنشأة. فاصول المنشأة في الحالة دي بيحصل فيها ايه? بتقل ولا بتزيد? بتقل طبعا. والاصول زي ما حضرتك عارف انها طبيعتها مدينة. لما تزيد تيجي مدينة. لما تقل تيجي داين. فالنهاردة عملية تخفيض رأس المال هيترتب عليها تخفيض في الاصول اللي بتمتلكها المنشأة. فبالتالي الاصول دي نعليجها ازاي? نجيبها في الطرف الداين من القيدة. فالقيد بتاع سعادتك هيدقى شكله كده من حساب رأس المال اللي انا جدته في الطرف المدين من القيد لانه مقص. الى مزكورين. حساب الخزينة. حساب السيارات. حساب الاساسات او اي اصل صاحب صاحب المنشأة من المنشأة علشان يخفض به رأس مال. في خمستاشر خمسة الفين وسبعتاشر قرر باسم تخفيض رأس ماله بمبلغ ميت الف جنيه. وقد تم التخفيض بان اخذ مبلغ اربعين الف جنيه نقدا بالاضافة الى سيارة بمبلغ ستين الف جنيه. يبال الرجل اللي اسمه باسم ده عايز يخفض رأس ماله في المنشأة بميت الف جنيه. طب يعمل ايه? راح جاري على الخزنة فتاحها ملاقاش فيها قال اربعين الف جنيه. راح واخده. طب يا ترى المبلغ ده كده هيسدي معانا. لأ طبعا انا عايز اخفض رأس مالي بميت الف. مش لاقي في الخزنة قال اربعين الف جنيه. طب هعمل ايه? نقول له خد الاربعين الف جنيه يا سيدي. ودور لك على اي اصل تاني اسحابه من الشركة وكمل بيه بقية الميت الف جنيه اللي انت عايز تقلل بيه من رأس مالي. فدور كده في الاصول بتاعت الشركة لقى عربية قيمتها ستين الف جنيه. قال لك حل. يبقى انا اخد اربعين الف جنيه من الخزنة. واخد العربية لقيمتها ستين الف جنيه. يبقى انا كده خطط رأس مالي بكان بميت الف جنيه. طيب. هنا بقى لو تلاحظوا كده في كان حساب اشترك في هذه العملية. الحساب الاول حساب رأس المال. طب حساب رأس المال حصل في ايه? زاد ولا قلب? طبعا قلب? اهو اجيبه في الطرف الايه من القيد? في الطرف المدين من القيد. الطرف المدين من القيد هو حساب رأس المال. طيب ايه الحسابات التانية التانية اللي اشتركت في العملية ديت? هتلاقي عندك حساب ايه? حساب الخزينة. مش هو جريع الخزنة فتحها واخد منها اربعين الف جنيه. الخزنة كاصل نقصت. فتيجي ايه? فتيجي داين. طب والحساب التالت والاخير اللي اشترك في هذه العملية هو حساب ايه? حساب السيارات. برضو وصاحب المنشأة راح على السيارات اللي بتمتلكها الشركة واستحوز على سيارة منهم السيارة دي قيمتها كام? ستين الف جنيه. فكده السيارات اللي بتمتلكها الشركة زادت ولا قلت? قلت بستين الف جنيه. وطبعا دي اصول فنجيبها في الطرف الداين من القيب. يبقى القيب بتاع حضرتك هيبقى شكله كده. من حساب رأس المال الى مزكورين. حساب الخزينة اربعين الف جنيه. وحساب السيارات ستين الف جنيه. النوع التالت والاخير من العمليات المالية المرتبطة برأس المال وعمليات المسحوبات الشخصية. المسحوبات يا جماعة عبارة عن ايه? المسحوبات عبارة عن اصول. يقوم صاحب المنشأة بسحبها من المنشأة لاستخدامه الشخصي. يبقى المسحوبات دي في حقيقتها هي اصول. الاصول دي حصل لها ايه? صاحب المنشأة خدها من المنشأة علشان ايه? علشان يستخدمها لنفسه. علشان ينتفع بيها لنفسه بعيدا عن المنشأة. وغالبا ما تكون في شكل نأدية او بضعة. طيب يا ترى في عندنا كام نوع من المسحوبات? في عندنا اربع انواع من المسحوبات. النوع الاول لما يجي يقول لحضرتك كده في التمرين في حالة السحب نقدا او بشيء. يعني ايه? يعني لو قالك في التمرين ان صاحب المنشأة سحب مبلغ من المال من خزينة المنشأة. او من الحساب الجاري للمنشأة لدى البنك. دي اسمها مسحوبات نأدية. يبقى المسحوبات النأدية عبارة عن المبالغ التي يقوم صاحب المنشأة بسحبها. اما من الخزينة او من البنك لاغراض استخداماته الشخصية. طيب دي بنسميها ايه? مسحوبات نأدية. المسحوبات النأدية المبلغ اللي صاحب المنشأة هياخده من الخزنة او هياخده من البنك ويصرفه على نفسه. طيب المسحوبات النأدية دي بنعليجها ازاي? بنعليجها بالقيد التالي. بنقول من حساب المسحوبات الى حساب الخزينة او الى حساب البنك. والسؤال المعتاد ليه حساب المسحوبات جي في الطرف المدين من القيد لان المسحوبات يا شباب بطبيعتها مدينة الحساب ده هو طبيعته كده طبيعته مدين فدايما بيظهر معاك في الطرف المدين من القيد طب حساب الخزنة او حساب البنك ليه انا جبتهم في الطرف الدايم من القيد في العملية دي مش هو سحب مبلغ من الخزنة او سحب مبلغ من البنك فهنا الخزنة او البنك حصل لهم ايه نقص ودي اصول لما تنقص تيجي ايه? تيجي دا ايه. ده كده بالنسبة للنوع الاول من المسحوبات. المسحوبات النقدي. طيب النوع التاني من المسحوبات مسحوبات البضاعة بسعر التكلفة. مسحوبات البضاعة المحسوبة بسعر التكلفة. هنا هيجي صاحب المنشأة يخش على المخازن بتاعت المنشأة. يسحب بضاعة. والبضاعة دي احنا هنحزبه عليها بسعر التكلفة. يعني السعر اللي احنا اشترينا به هذه البضاعة. طيب لما حضرتك تسحب بضاعة بسعر التكلفة. بالحالة دي اعالجها ازاي? اعالجها بالقيد التالي. من حساب المسحوبات اللي زي ما بقول وبأكد على حضرتك انها دايما بتبقى مدينة. الى حساب المشتريات. الى حساب ايه? المشتريات. البضاعة المحسوب بسعر التكلفة? بسميها في القيد مشتريات. بسميها في القيد ايه? مشتريات. الله? طب هو ممكن البضاعة تتحسب بسعر تاني غير سعر التكلفة? اقول لك اه زي ما هنشوف في النوع التالت من المسحوبات. المسحوبات? مسحوبات البضاعة بسعر البيع. يعني يجي صاحب المنشأة يسحب بضاعة. والمنشأة تحسبها له بسعر البيع. يعني ايه بسعر البيع? يعني البضاعة دي انا لو كنت هبيعها في السوق. هبيعها كام? هو ده سعر ابيع. طيب البضاعة بقى المحسوبة بسعر البيع لما اجي اسميها في القيد يا طرى اسميها ايه? اسميها مشترايات برضو? لأ طبعا. المشترايات دي بنطلقها على ايه? بنطلقها على البضاعة المحسوبة بسعر التكلفة. انما البضاعة المحسوبة بسعر البيع بنفتح لها في الدفاتر حساب اسمه حساب المبيعات. يبقى القيد بتاعنا اللي هنعالج به حالة سحق بضاعة بسعر البيع هيبقى شكله كده. من حساب المسحوبات الى حساب المبيعات. لاحز الفرق ما بين القيد التاني والقيد التالت. القيد التاني والقيد التالت. احنا هنا بنتكلم عن ايه? عن مسحوبات بضاعة. بس الفرق ما بين الحالة التانية والتالتة ان احنا في الحالة التانية بنتكلم عن بضاعة محسوبة بسعر التكلفة. هو هيقول لك كده في التمرين صراحة. لازم يذكرلك في التمرين صراحة ازا كانت البضاعة المسحوبة من الشركة محسوبة بسعر التكلفة ولا محسوبة بسعر البيع? لو محسوبة بسعر التكلفة يبقى هتسميها في القيد مشتري عن? انما لو محسوبة بسعر البيع فهتسميها ايه? هتسميها مبيعات. طب هو ممكن صاحب المنشآة يسحب اي اصل اخر من المنشآة غير البضاعة وغير الفلوس اللي يسحبها من الخزنة او من البنك اه ممكن يسحب اي اصل اخر. طب في حالة سحب اي اصل اخر من المنشأة لاستخدامه الشخص. يا ترى ايه القيد اللي هنسجل بيه عملية السحب في الحالة جهيبقى برضو واخد الشكل التالي. من حساب المسحوبات اللي دايما بتبقى معانا مدينة في القيود بتاعة معالجة المسحوبات. الى حساب ايه? الى حساب الاصل اللي سحبه من الشركة لاستخدامه الشخص. ايا كان بقى نوع الاصل. ده ممكن يكون اساس. ممكن يكون سيارات. ايا كان. طيب. نشوف كده تمرين على المسحوبات. ونركز مع بعض. قام صاحب المنشأة بسحب خمس تلاف جنيه من خزينة المنشأة. احنا بتتكلم هنا عن ايه? ها? مسحوبات ايه مسحوبات? نقدي. لاستخداماته الشخصية. كما سحب بضاعة للاستخدام المنزلي. خلي بالك قدرت تكلفتها اربع تلاف جنيه. يبقى البضاعة دي محسوبة بسعر ايه? سعر البيع ولا سعر التكلفة برافو سعر التكلفة. طب لما اجي اعالجها اسميها في القيد ايه? اسميها بضاعة? لا. طب اسميها ايه? اسميها مشتريات. اسميها مشتريات برافو. كما قام باغز جهاز حاسب آلي من المنشأة لحاجة ابنه اليه في اغراض الدراسة. وقدرت قيمة هذا الجهاز ستة الاف جنيه. المطلوب قيد اليومية في هذه الحالة. طيب. يا طرق القيد بقى هيبقى شكله ايه? طبعا في عمليات المسحوبات دايما حساب المسحوبات هو اللي بيجي في الطرف المدين من القيد. فالطرف المدين بتاع حضرتك هيبقى من حساب المسحوبات. طب المبلغ اللي هتحطه وساط حساب المسحوبات في القيد. احسبه ازاي? اجمع كل المسحوبات بتاعت مالك المنشأة. اجمع كل مسحوبات صاحب المنشأة. هو سحب خمس تلاف جنيه من الخزن. وسحب بضوع باربع تلاف جنيه. يبقى كده تسعة تلاف جنيه. وسحب حاسبات قلية بست تلاف جنيه. يبقى كده كام خمستاشر الف جنيه. يبقى جملة مسحوبات صاحب المنشأة من المنشأة على اختلاف انواعها بقى خمستاشر الف جنيه. يبقى من حساب المسحوبات خمستاشر الف جنيه. الى حساب ولا الى مزكورين? الى مزكورين لانه ما سحبش حاجة واحدة. ده سحب تلات حاجات. الى مزكورين. اول حاجة سحبها خمس تلاف جنيه من الخزن. يبقى حساب الخزينة ما تحط قصادها كان في الطرف الداين خمس تلاف جنيه. تاني حاجة سحبها بضاعة بسعر التكلفة باربع تلاف جنيه. يبقى الحساب التاني في الطرف الداين هو حساب ايه? برافو حساب المشترى يغطوصها ربع تلاف جنيه. طب والبند التالت اللي سحبه حاسبات آلية بكم? بستة تلاف جنيه. يبقى الحساب التالت في الطرف الداي حساب الحاسبات الآلية او اجهزة الكمبيوتر بكم? بستة تلاف جنيه. يبقى من حساب المسحوبات خمستاشر الف الى المسكورين. حساب الخزينة خمس تلاف. حساب المشتريات اربع تلاف. حساب اجهزة الكمبيوتر ستة تلاف جنيه. دعالوا بقى نشوف مثال شامل نطبق به على كل العمليات المالية المرتبطة بحساب رأس المال. يقول لي فيما يلي بعض العمليات التي تمت بمنشأة يوسف التجارية خلال شهر يناير الفين وستاشر. يوم واحد واحد بدأ يوسف اعمال التجارية برأس مال قدره خمسمية الف جنيه. حيث قدم مباني بانتين وخمسين الف. وبضاع بخمسين الف. وسيارات بمتين الف جنيه. ونقدية بمبلغ ما قاليش على المبلغ بتاع النقدية. ودائنون بمبلغ مية وخمسين الف جنيه. يبقى احنا هنا بنتكلم عن تكوين رأس المال في صورة ايه? هل في صورة نقدية? لا. هل في صورة اصول العينية? برضو لا. ليه? لانه ما اقدم لكش اصوله بس. بقدم اصوله حاجة كمان. طب اقدم اصوله ايه? اقدم اصول وخصوم. لاحز بانت الدائنون ابو مية وخمسين الف جنيه. يبقى احنا هنا بنتكلم عن حالة تكوين او تقديم رأس مال المنشأة في صورة اصول وخصوم منشأة فردية. طيب يوم خمسة واحد قام يوسف بزيادة رأس ماله وذلك بايداع متين الف جنيه في حساب المنشأة الجاري بالبنك. يوم عشر واحد قام يوسف بسحب مبلغ عشرين الف جنيه نقدا لاستخدامه الشخصي. كما سحب بضاعة بسعر البيع بمبلغ خمس تلاف جنيه. يوم خمستاشر واحد قرر يوسف تقفيد رأس ماله عن طريق سحب مية الف جنيه نقدا من الخزينة. طالب من حضرتك ايه? اجراء قيود اليومية اللازمة لاسبات ما يتقدم. طيب. دعالوا كده نمسك عملية عملية وانتصصها ونحلها مع بعض. نبتدي كده بالعملية الاولية اللي تمت يوم واحد واحد. هو بيقول له حضرتك ايه? بيقول لك يوم واحد واحد بدأ يوسف اعماله التجارية برأس مال قدره خمس ومائة الف جنيه. اعتكس في المبلغ ده علشان هنستخدمه كمان شوية احنا بنحل. يبقى رأس مال يوسف في المنشأة ديه خمسمائة الف جنيه. طب هيوفر لنا رأس المال ده ازاي? قالك قدم مباني بانتين وخمسين الف وبطاعة بخمسين الف وسيارات بمتين الف ونقدية بالخزينة مبلغ انا معرفوش. وده ينون بمية وخمسين الف جنيه. طيب. يا طرى بقى انا عالج القصة دي ازاي? قبل ما نخش على القيد انا محتاج اعرف النقدية كامي. انا عايز اعرف المبلغ اللي يوسف حطه في خزينة المنشأة يطلع كامي. ليه? لان المبلغ ده هيتحط قصات حساب الخزينة في الطرف المدين من القيد اللي هسجل بيه هذه العمليين. فمحتاج اعرف ان ايديات كان. طيب نبتدي كده خطوة خطوة مع بعض. نطبق مع بعض المعادلة اللي بتقول رأس المال بيساوي الاصول ناقص الخصوم. لو تفتكر في بداية سكشانة النهاردة احنا قلنا مبلغ رأس المال ممكن يجيبه لك جاهز في التمرين زي ما هو موجود عند حضرتك في التمرين ده بخمسمة الف جنيه وممكن ما يجيب لكش مبلغ رأس المال. يسيبك انت اللي تحسبه. طب لو ما كانش جايب لي مبلغ رأس المال في التمرين احسبه ازاي? سهلة جدا. رأس المال بيساوي الاصول ناقص ايه? ناقص الخصوم. دي معادلة المركز المال يا شباب. مش معادلة المركز المالي بتقول الاصول بتساوي حقوق الملكية او رأس المال زائد الخصوم. طب احنا عملنا ايه? ها? احنا خدنا رأس المال ودناها الناحية التانية ودخلنا الاصول ودناها الناحية التانية. عشان احسب رأس المال فبقول لك رأس المال بيساوي ايه? بيساوي الاصول ناقص الخصوم. الاصول ناقص الخصوم. طب تعالوا كده نعوض مع بعض في المعادلة. انا عارف مبلغ رأس المال كام? مبلغه كام? خمسمائة الف جنيه. طب هل انا اعرف الاصول قيمتها الاجمالية كم? ممكن واحد يقول لي اه ما تيجي نجمع. طب يجمع كده مباني متين وخمسين زائت بطعة خمسين قدي تلتميت الف جنيه. زائت سيارات متين الف جنيه. يبقى كده خمسميت الف جنيه. زائت نائدية اه انا معرفش النائدية بكام. فبالتالي انا معرفش القيمة الاجمالية للاصول اللي قدمها صاحب المنشاة قدي ايه? حلو. فعشان كده حطينا علامات استفهام عند الاصول. طب يا طرح نعرف الخصوم بكام? قال لك اه ده الخصوم سهل? ده هو بند واحد بند الدائنون بمية وخمسين الف جنيه. عظيم جدا. يبقى كده المعادلة رأس المال فيها احنا عارفين قيمته. الخصوم احنا عارفين قيمتها. للأسف ما نعرفش قيمة الاصول. طيب. هل حد يقدر يحسب لي قيمة الاصول من خلال هذه المعادلة? نقدر نحسبها ولا ما نقدرش? اه طبعا. نقدر نحسبها بطريقة في غاية السهولة. احنا هناخد الخصوم نوديها الناحية التانية بعكس الاشارة. هي اشارتها سالبة مية وخمسين الف بالسالة. هنوديها عند حساب رأس المال في الطرف الايمن بالمعادلة. فلما تروح لحساب رأس المال الاشارة بتاعتها هتتغير هتبقى موجبة. يبقى معنى كده من الاصول ها? بتساوي ايه? اه رجعت المعادلة بقى زي ما احنا عارفين. رأس المال زائد الخصوم. يبقى الاصول بتاعت ساعتك. هتقول لي الخمسمية الف جنيه اللي هي رأس المال. اجمع لهم الخصوم مية وخمسين الف جنيه. يطلع لك اجمال الاصول بكام? بستمية وخمسين الف جنيه. حلو. يبقى اجمال الاصول اللي قدمها يوسف للمنشأة كمقابل لرأس ماله ستمية وخمسين الف جنيه. اجمال الاصول كام? ستمية وخمسين الف جنيه. حسبتها ازاي? طبقت معادلة المركز المالي. معادلة المركز المالي بتقول لك رأس المال بيساوي. الاصول ما قيس الخصوم. رأس المال انا جبته مداية التمرين فوق خالص خمسمائة الف جنيه. الاصول ما عرفش قيمتها الاجمالية كام لان ما عرفش بند النقدية بكام. طب حلو سبته. الخصوم قال لي عندك دائنون بمئة وخمسين الف جنيه. خدت الخصوم جمعتها على رأس المال طلعت لي على طول ايه? قيمة الاصول. يبقى الاصول كلها على بعضها بما فيه من نقدية ستمائة وخمسين الف جنيه. طب المبلغ ده بقى عبارة عن ايه? ها? عبارة عن كل الاصول اللي صاحب المنشاة قدمها. طب الاصول دي عبارة عن ايه? ها? مباني بامتين وخمسين الف جنيه. طب وايه كمان? وبضاعب خمسين الف جنيه. وسيارات بامتين الف جنيه. ونقدية ما كنتش عارف قيمتها. طب بالله عليك ما تقدرش تحسب لي النقدية كام? سهلنا العملية هو مع بعض. نقدر نحسب النقدية كام? ولا ما نقدرش? انت الاصول كلها بستمائة وخمسين الف جنيه. المباني بامتين وخمسين. والبضاعة بخمسين. والسيارات بامتين. اجمع لي كده التلات بنوت دول على بعض. هيطلعوا كام? ها? هيطلعوا خمسمائة الف جنيه. ميتين وخمسين زائد خمسين. ادي تلتمية. زائد متين. ادي خمسمائة الف جنيه. يبقى التلات اصول دول قيمتهم الاجمالية خمسمائة الف جنيه. لو زودت عليهم النقدية. المفروض الاصول كلها تبقى ستمائة وخمسين الف جنيه. يبقى معنا كده النقدية بكام برافو بمية وخمسين الف جنيه. بمية وخمسين الف جنيه. طيب. انا بعد ما جبت القيمة الاجمالية للاصول? عملتي ايه عشان اوصل للنقدية طرحت منها قيمة الاصول اللي جايب لي مبلغها جاهز في التمرين. يعني خدت الستمائة وخمسين الف جنيه طرحت منها المتين وخمسين الف بتوع المباني. طرحت منها الخمسين الف بتوع البضاع والمتين الف بتوع السيارات. فالناتج بتاعها هيبقى مية وخمسين الف جنيه. الناتج ده هيبقى quoi هيبقى مبلغ النقدية. طيب كده نقدر نعمل القيد واحنا متطمنين ان المبالغ بتاعك هتبقى صح وساميمة بالنسبة اتنية في المية. القيد بتاعك فكرني هيبقى شكله ايه? هنا عندنا اصول وخصوم. الاصول هنجيبها في الطرف المدينة. والخصوم مع حساب رأس المال هنجيبه في الطرف الداني. فهنقول من مذكورين بالترتيب كده. حساب المباني متين وخمسين الف. حساب المضاع خمسين الف. حساب السيارات متين الف. حساب الخزينة. اه ما كناش نعرف مبلاغها? طيب دلوقتي عرفنا مبلاغها كام? مية وخمسين الف جنيه. الى مذكورين. حساب الدائنون بمية وخمسين الف جنيه وجايبها لجهزة في التمرين. وحساب رأس المال بخمسمية الف جنيه. طيب. ده كده بالنسبة للعملية الاولى. طيب. تعال نشوف العملية التانية. نفتكر كانت بتقول ايه? بيقول لي يوم خمسة واحد. قام يوسف بزيادة رأس ماله بايداع متين الف جنيه في حساب المنشأة الجاري بالبنك. الاستاذ يوسف عايز يزود رأس ماله النهارة. عايز يزود رأس ماله كام بمتين الف جنيه. راح مجاهز المبلغ ده. وشاف المنشأة فتحة حساب فانهي بنك. وراح حطت المبلغ ده في الحساب بتاع المنشأة اللي فتحاه في البنك بتاعها. يبقى هنا حساب المنشأة البنك اللي حصل له? زاد. وده اصول. لما تزيد تيجي مدينة. فالطرف المدين بتاعك هنا ايه في العملية دي? من حساب البنك متين الف جنيه. طب والطرف الداين هيبقى مبارا عن ايه? هي العملية دي عملية ايه? عملية زيادة رأس المال. صح? رأس المال زاد. بمجاب هذه العملية. رأس المال لما يزيد يجي في الطرف الداين من الف جنيه. فالقب بتاعك هيبقى شكله كده من حساب البنك متين الف جنيه. الى حساب رأس المال متين الف جنيه. العملية التالتة كان بيقول في عشرة واحد قام يوسف بسحب مبلغ عشرين الف جنيه نقدا لاستخدام الشخص. اول ما تشوف كلمة استخدام الشخص دي على طولة ايه? تقول ايه? دي عملية مسحوبات. كما سحب بضاعة بسعر البيع بمبلغ خمس تلاف جنيه. ده سحب بندين. سحب حاجتين. سحب عشرين الف جنيه من الخزنة. وسحب بضاعة من المخازن. والبضاعة دي احنا حسبناها عليها بسعر ايه? بسعر التكلفة ولا بسعر البيع? بسعر البيع. يبقى البضاعة دي هنسميها عندنا في الدفاتر ايه? هنسميها مبيعات. طب القيب بقى هيبقى شكله ايه? ها دايما حساب المسحوبات بييجي في الطرف المديد من القيل. فهنقول من حساب المسحوبات. بس هنا في مشكلة. انا هحض قصات حساب المسحوبات نبلغ قد ايه? هلع عشرين الف? بتوع الخزنة? خمس تلاف بتوع البضاعة? ولا اجمع الاتنين على بعض? اه ما هو الحساب ده انا بجمع فيه كل مسحوبات صاحب المنشأة من المنشأة على اختلاف انواع. يبقى الحساب ده تجميعة لكل البنوت او كل الاصول اللي هيسحبها صاحب المنشأة من المنشأة. فهنقول من حساب المسحوبات وحط المبلغ الاجمالي او القيمة الاجمالية للاصول اللي سحبها من المنشأة. هو ساحب عشرين الف جنيه نقدر. وخمس تلاف جنيه بضاعة. يبقى ساحب كام? خمسة وعشرين الف جنيه. بقى خمسة وعشرين الف من حساب المسحوبات. الى مذكورين. الخزنة اللي قلت بعشرين الف جنيه. والبضاعة اللي زي ما احنا اتفقنا من شوية هنسميها في القيد ايه? حساب المبيعات? لانها محسوبة له بسعر البيان. فده القيد بتاع حضرتك. من حساب المسحوبات خمسة وعشرين الف الى مزكورين. حساب الخزينة عشرين الف جنيه وحساب المبيعات خمس تلاف جنيه. طيب اخر عملية عندنا خمستاشر واحد قرر يوسف تقفيد رأس ماله عن طريق سحب مية الف جنيه نقدر. احنا هنا بنتكلم عن عملية ايه? عملية تقفيد رأس المال. واتفقنا القاعدة اللي انت كمحاسب بتستخدمها علشان تعالج بيها تقفيد رأس المال كانت بتقول ان رأس المال عنده تقفيده يأتي في الطرف الماليين من القيد. طب وبالنسبة للاصول المستخدمة في تقفيد رأس المال اللي هي الخزنة في المسال بتاعنا يعني اعمل فيها ايه? نجيبها في الطرف الداين من القيد. لانها بتنقص. ما هو صاحب المنشأة علشان ينقص رأس ماله او يقلل رأس ماله. بيعمل ايه? بيأكل من اصول المنشأة. بياخد جزء من الاصول بتاعة المنشأة. يقلل اصول المنشأة. ففي المقابل رأس ماله في المنشأة هو كمان بيحصل له ايه? بيناقص. فهنا القيد بتاع حضرتك هيبقى شكله كده. من حساب رأس المال اللي نقص بمئة الف جنيه. الى حساب الخزينة اللي هي كمان نقص بمئة الف جنيه. بكده اعزقنا الطلبة نكون خلصنا سيكشننا النهاردة. انتظرونا ان شاء الله بازن الله السيكشن القادم. وهنتكلم فيه عن الفصل الرابع بعنوان العمليات الرأس ماله. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ترجمة نانسي قنقر